أعقدت وزارة الموارد المائية والرئي والتخطيط وتنمية الاقتصادية اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرس لاستعراض الموقف التنفيذي للقطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021-2022 والخطوط العامة لمقترح قطة الوزارة للعام المالي القادم وأوضحت وزارة الموارد المائية والرئي أن بنود الميزانية تضمن تنفيذ كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة بما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر وأشهد الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بكافة جهات وزارة الموارد المائية والرئي لاستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية أو لتنفيذ مشروعات جديدة